طبعا احنا استبعدنا البيض الفاسد من الفقاسة وراح يتم اضافة بيت جديد بدل الفاسد بالاماكن اللي تركت فراغ شوف الفيديو الاخر وان شاء الله كل بستفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم السطيف للدواجن برحب الجميع اهلا وسهلا فيكم من جميع الدول العالم ان شاء الله اليوم رح نضيف البيض اللي هو ترك فراغ بالفقاسة لانه احنا استبعدنا البيض الفاسد فصار عندنا ما يقارب فراغ بس مش كتير كان الفراغ فانا رح اضيف بيت السمان او الفري وكمان حصلت على اربع بيضات من البيض الرومي هنت تتابعوا الفيديو وان شاء الله الكل بستفيد منه لا تنسوني من الاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل الجرس ودعم القناة من كل انسان مهتم في التربية وشاكل للجميع من كل دول العالم طبعا هان احنا حصلنا على اربع بيضات من الديك الرومي من السوق وهذا البيض الفري هو من عندي موجود من السمان اللي عندي فانا جبت كمية بسيطة بحيث ان احط اقدر عب الفراغات اللي حصلت في الفقاسة من البيض الفاسد ورح ازيد شوية كمان النسبة رح نطرف على الطريقة ولش انا اخترت بيض فري اكتر لانه بيض الفري رح يفقس مع بيض الدواج المضى عليه اسبوع بيض الدجاج وبيض الفري بده ما يقارب 15-16 يوم يعني رح يتم فقسهم مع بعض طبعا رح افرجيكم الطريقة وقت الفقس انا شو بعمل طبعا انا شو بسحب البيض بالفقاسة وبعمل فقاسة الطوارئ رح افرجيكم اياه ان شاء الله بس يتم الفقس عندي كيف بسحب البيض اللي يقرب الفقس اليه عشان ما اظن افتح واسكي الفقاسة وبعمل فقاسة الطوارئ لهذا البيض طبعا هون رح نصف البيض ونعمل فاصل زي ما انتو شايفين هون عملنا فاصل بين البيض القديم ولا البيض اللي يجيت بالكارتونة ورح نصف البيض اللي هو الرومي وطبعا في معنا هون بادة رومي انكسرت شوي القشرة خفيفة بس ما صار فيها اي تسرب من السوائل يعني بس القشرة تقعت شوي انا حطيت عليها لزقة وان شاء الله انها جربت قبل هيك والحمد لله نجح معي وراح افرجيكم اياها ان شاء الله كمان اذا امورها تمت اخير ضفنا هون البيض زي ما انتو شايفين هيك وعملنا فاصل بين البيض القديم والبيض الجديد ليش عملنا الفاصل هاد لانه البيض القديم بده يتقلب وهذا ما لازم يتحرك من هون لأربع خمس ايام وبالنسبة للحبش ما يقارب حوالي اسبوع او البيض الرومي اما بالنسبة للسري لازم بعد اربعة ايام قد يتم فاصل او خمس ايام وتحريكه ولو ما فحصوا الرومي ما بشكل كتير مشكل لانه ما بطول مثل بيض الدجاج او بيض الرومي هون بالطريقة هاي طبعا المكان كان ديك شوية عندي وانا بقدر احط بالفقاس هون طبق تاني وانتج كمان نفس الكمية هاي بس انا بصراحة ما اديش اعمل هسا انتاج كتير للكتاكيت وكمان ما عنده بيضي يكفي للانتاج الطبق التاني للبيض بدي احط كمان مثلا اربعين خمسين بيضة ما عندها الكمية كافية هسا فحطيت الصمرات في الطبق اللي هو الواحد للفقاسة وصفيت البيض هسا هتسألوني كيف حيتم تحريكه انت حشرته كله هيك البيض مع بعض رح احرك البيض في اديهم عددهم بسيطة رح امسك بيضة بيضة ويتم تحريكها بشكل سريع المهم السوائل داخل البيضة تتحرك بشكل متكرر عشان ما يصير اي التصاق للكتكوت او الجنين داخل البيضة ما احصل على التصاق للكتكوت فتم تحريك البيض بيضة بشكل سريع يعني كل البيضة بطل مع بعض هيك المهم ان انت حركت السوائل جوة او حركت الجنين بحيث انه ما يتم الاتصاق الكتكيد داخل البيضة عدم التحريك بعد مدة الفحص اللي هي اربع خمس ايام للدجاج وما يقارب اسبوع للرومي لازم يتم تقليب البيض ما يقارب باليوم من اربعة لخمس مرات ممتاز جدا واذا اكتر كمان عادل لو ستة سبعة ما في مشكلة ولكنها مكسما اربعة خمسة انت تقضي بالواجب زي ما انتم شايفين هون رصيط بيض الفري بجوانب البيضة التانية طبعا الفري هون مراح احركو رح احرك روسو البيض اللي لازم يتقلب الفري هون مراح يتم تحريكه من هون اربعة تيام بعد اربعة تيام بضيفه مع التحريك او التقليب عشان لازم يتقلب كمان الجنين الفري داخل البيضة فبعد من ييجي الوقت علهم اربع خمس ايام ما يقارب مكسيماً بتم تحريك كمان البيض الفري مع البيض التاني بهاي الطريقة أنا استفدت إنه بدل من الفقاسة شغالة على الفاضي ضفت ما يقارب حواري 25 أو 24 من البيض الفري وضفت كمان أربع بيضات من الروم الحبش وطبعاً كله بيعود لحجم الفقاسة بتقدر تضيف قد ما بدك إذا حجم الفقاسة كبير اللي بدأ أوصلك إياه من هذا الفيديو إنه إذا إنت أهمية الفحص للبيض تعطيك مجاة تعطيك مساحة بالفقاسة إنك تعمل تضيف بيض تاني وتستغيل شغل الفقاسة بطريقة أفضل اللي هي شغالة شغالة فأنت لازم تستفيد منها وبالنسبة إنه كيف راح تستعامل معهم عند الفقاس والطواريخ طبعاً طرخنا البيض الجديد اللي هو هذا البيض الروم والفري طرخناه عندنا عورقة فوق الفقاسة أو على الفقاسة نفسها وهذاك البيض كمان عارفين طريقه وضعه بالحاضنة وبهاي الطريقة منقدر نتعامل مع أي نوع بيض داخل الفقاسة زي ما انتم شايفين هون كل بيض عندي طريق له قديش أنا حطيته بالفقاسة وكمان بعرف إمتى يتقلب وإمتى راح يفقس طريق تفقيسه وقبل ما يفقس بمدة بسيطة البيض اللي بسبق التاني بتم خروج بفقاسة طوارئ من كرتونة سريعة بتم تصنيحها لمدة 3-4 أيام عشان أقدر أسحب البيض اللي بطلع من الفقاسة وحطه فيها وفقس فيها وبعد ما يفقس فيها بعملها حاضنة بنزح حارطها لدرجة حاضنة 3 كتاكيت مش للبيض ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ما تنسونا من الاشتراك واللايك والتعليق وتفعيل الجرس ومعاكم مصطيف للدواجن وبرحب بالجميع وأهل وسهلات ترجمة نانسي قنقر